شهداء وجرح بينهم مدنيون بقصف لمليشة الحوثية على مناطق متفرقة في لحج حملة اختطافات حوثية تطال عددا من المدنيين في عتمة بدمار وسلطات حضر موت تشكل لجنة تقصي بشأن الاعتداء على تظاهرة للانتقال أهلا بكم البداية من لحج حيث استشد وأصيب ثلاثة من قوات الجيش والمقاومة جراء قصف شنتهم مليشة الحوثية الإرهابية بطائرات مسيرة في محافظة لحج وأكد مصر ميداني استشهاد جندي وإصابة اثنين آخرين في قصف شنت طائرة مسيرة تابعة للميليشة في منطقة كاريشة تابعة لمديرية القبيطة ووفقا للمصدر فإن القصف جاء عقب ساعات من اندلاع معارك عنيفة بين الطريفين تكبدت خلالهم مليشة الحوثي خسائر في العتاد والأرواح دون مزيد من التفاصيل في السياق أصيب مدنيان اثنان إثر استهداف مليشة الحوثية الإرهابية بقصف مكثف بالأسلحة الثقيلة ومدفعية الهاون مناطق سكالية شمالية لحج وطبقا لسكان محليين فقد استهدفت المليشة بعدد من قذائف مدفعية الهاون مناطق مأهولة بالسكان على حدود منطقة صبيحة شمال المحافظة ما أدى إلى إصابة المواطنين شاهر علي وريان حسن فضلا عن وقوع خسائر مادية وجاء القصف الحوثي عقب ساعات من قصف مماثل استهدف سوق الشريحة في مدنية القبيطة ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة أربعة آخرين أفد مصدر محلي بمقتل جندي وإصابة عدد آخرين من قوات العمالق المدعوم إماراتيا بانفجار قنبلة يدوية في أحد الأسواق بمحافظة شبوة التي تشهد انفلاتا أمنيا منذ سيطرة الانتقال عليها وبحسب شهود عيان فإن قنبلة يدوية انفجرت في سوق شعبي بمدينة بيحان العليا ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين يأتي هذا وسط انفلات أمني كبير تشهد محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة التشكيلات الانتقال منذ أغسطس من العام الفين واثنين وعشرين نعود إلى ملف الانتهاكات الحوثية حيث أفادت مصادر محلية بفرض ميليشيا الحوثي جبايات جديدة على التجار بمحافظة إب في ظل جبايات وإتاوات واسعة تفرضها طوال العام بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها المسلحة المصادر قالت إن الميليشيا فرضت بقوة السلاح جبايات جديدة على الوجهاء والمشايخ والتجار تحت مسمى دعم أنشطة يوم الخرافة الحوثية التي تسميها بيوم الولاية بهدف جلب مزيد من الأموال لصالح قياداتها ووفقا للمصادر فإن عناصر حوثية مسلحة ألزمت التجار على دفع مبالغ مالية مختلفة في الوقت الذي أجبرت القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية على دفع إتاوات بقوة السلاح وبالتزامن أجبرت ميليشيا الحوثي الوجهاء والمشايخ بالدفع بمواطنين وتحمل تكاليف عمليات النقل على حسابهم لحضور فعالياتها بذكرى يوم الخرافة حيث أجبرتهم بتكفل بعدد من السيارات والأشخاص الذين نقلهم وتحمل تبعاتهم المالية والتي لا تقل عن 120 ألف ريال للسيارة الواحدة تدرك ميليشيا الحوثية الإرهابية وتوقن مدى الرفض لوجودها فضلا عن فعالياتها وأنشطتها السلالية القائمة على الخرافة ضمن مساعيها للتثبيت كيانها المشوه تحرك جديد من جانب الحكومة الشرعية مبثلة بوزارة الأوقاف والإرشاد لضخض مزاعم ولاية الفقهة الخمينية التي تروج لها ميليشيا الحوثي ذراع الاحتلال الإيراني بغية تكريسها وذلك ردا على مخطط الميليشيا التي تحشد هذه الأيام للاحتفال بما يسمى يوم الغدير ويوم الولاية المزعومة مواجهة فكر العنصرية والسلالية المدمر لليمن بفكر وطني وديني يصون مبادئ المساواة والشورى أفكار يتداولها جمهور واسع تمثل وفق مراقبين بداية وامتدادا لحراك فكري منظم انتظر اليمنيون لوقت طويل أن تشترك فيه السلطة الشرعية على أمل أن يصبح توجها راسخا ومجهودا جماعيا رسميا وشعبيا لإسقاط الفكر الإمامي الكهنوتي شعبيا وفيما تحشد الميليشيا للاحتفال بأيامها الظلمية وفكرها الشيطاني تجلى رفض الشعب اليمني على نطاق واسع للفكرة العنصرية الشيطانية التي تهدم أهم أسس ومبادئ الإسلام وهو المساواة والشورى وتفرض على الناس تقديس السلالة وعبادتها من دون الله أفكار عبر عنها آلاف الناشطين والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي رفضا لمزاعم الولاية باعتبارها وسيلة الميليشيات الشيعية للاستيلاء على الدول ونهب ثرواتها وحكم شعوبها بقوة الإرهاب المتلبس بالدين وزارة الأوقاف دعت المرشدين والخطبة للتصدي للخرافات الحوثية بكل الوسائل فالواجب الديني والوطني يقتضي التحذير من خرافة الولاية الداغية لحكم السلالة الملشاوية الإرهابية والتي تتعارض مع النظام وتخالف الدستور وتضر بحق الشعب في اختيار حكامه يأمل ملايين اليمنيين أن يتحول دور الحكومة الشرعية من موقف موسمي عبر توجيه المرشدين والقائمين على المساجد للتوعية بخطر ما يسمى الولاية والغدير إلى عمل دائم ودؤوب يشمل قطاعات التربية والتعليم والإعلام والثقافة وغيرها وتكريس ذلك في المناهج الدراسية بالإضافة إلى دور المساجد باقتبارها من أهم المنابر التي يعول عليها في تعزيز الوعي العام رفضا لتقسيم المجتمع اليمني إلى سادة وعبيد أقدمت عصابة تابعة لمليشيا الحوثية على قتل نحال بمحافظة إب الخاضعة لسيطرتها والتي تشهد انفلاة أمنيا كبيرا وقالت مصادر محلية إن ثلاثة مسلحين حوثيين اعترضوا الشابة منصور عوض الكازمي الذي يعمل في تربية النحل في منطقة ظلمة بمدرية حبيش في محاولة منهم لنهب ما بحوزة من عسل بقوة السلاح المصادر قالت إن المجن عليه رفض تسليم العسل الذي يمتلكه ما دفع العصابة الحوثية إلى إطلاق النار عليه وأردته قتيلا مشيرة إلى أن أهل المجن عليه رفضوا استلام الجثة التي لا تزال في ثلاجة الموتى بأحد المستشفيات شنت مليشيا الحوثية الإرهابية حملة اختطافات جديدة طالت عددا من المدنيين من أبناء مدرية عتمى غربي محافظة ذمار وقال سكان محليون إن المليشيا بقيادة المدعو أبو يحيى أحمد الجرموزي منتحل صفة نائب مدير أمن بمدرية عتمى نفذت حملة مسلحة إلى عدد من قرى مدرية عتمى بحثا عن مجموعة ناشطين ضد انتهاكاتها وأوضح سكان أن مليشيا الحوثي اختطفت خلال الحملة 12 مدنيا من مناطق بعزل بني بحر وسماء ونقلتهم إلى سجونها بمدينة ذمار من المرجح أنه تم نقلهم إلى سجن الأمن والمخابرات بذمار في ملف المختطفين عربت رابطة حقوقية عن قلقها البالغ إزاء مصير عشرات المخفيين قصرا في سجون مليشيا الحوثي الإرهابي والمجلس الانتقالي الجنوبي رابطة أمهات المختطفين في بيان لها قالت إن مصير 112 مختطفا لا يزال مجهولا منذ سنوات لدى المليشيا فيما 53 مخفيا قصرا لدى قوات الحزام الأمني بعدا وأشرت لما تعرض له 17 مخفيا قصرا من أبناء عمران من تصفية جماعية من قبل مليشيا الحوثي والذين ظلوا مخفيين ولم يعلم عن مصيرهم شيئا منذ عام 2010 حتى اعتراف الحوثيين عن مصيرهم في شهر يونيو 2023 ليتم اكتشاف جثثهم كروفات في أحد كهوف المحافظة طالبت نظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن كافة المختطفين والمحتجزين تعسفا في سجون مليشيا الحوثي والانتقالي بمن فيهم الصحفيون والنشطاء الحقوقيون المنظمة في بيان لها دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيا بما في ذلك الصحفيون والنشطاء السياسيون مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 75 صحفيا ومدافعا عن حقوق الإنسان تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب وشددت المنظمة على ضرورة السماح للصحفيين والنشطين الحقوقيين وغيرهم ممن ينظر إليهم على أنهم ينتقدون الأوضاع في البلاد بآداء عملهم بحرية وأمان قالت مسؤولة أممية إنها تلقت طلبا من الحكومة اليمنية لفحص حطام صاروخ كروز أطلقتهم مليشيا الحوثي الإرهابية على محطة ميناء الضب النفطي في محافظة حضر موت في نوفمبر الماضي جاء ذلك في إحاطة قدمتها المسؤولة الأممية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن برنامج إيران النووي وكانت مليشيا الحوثي شنت عدة هجمات أواخر العام الماضي على موانئ تصدير النفط في شبوى وحضر موت ما أدى إلى توقفها بشكل كلين عن تصدير النفط حتى اللحظة قدمت وزارة العدل الأمريكية دعوى مصادرة للسيطرة على آلاف الأسلحة التي صادرتها البحرية الأمريكية في أثناء ما كانت في طريقها من إيران إلى مليشيا الحوثي الإرهابية وفي بيان لها قالت الوزارة إنها قدمت أمام المحكمة الجزائية لمنطقة كولومبيا دعوى لمصادرة أكثر من تسعة آلاف بندقية ومائتين وثمانية وأربعين رشاشا ونحو مائة وأربعين وتسعين قاذفا للصواريخ وأكثر من سبعين صاروخا موجها مضادا للدبابات وأكثر من سبعمائة آلاف طلق ذخيرة وأضح البياد أن الأسلحة المذكورة هي نتاج أربع عمليات اعتراض للبحرية الأمريكية عمليتين عام 2021 وعمليتين عام 2023 كما أدت عمليات الاعتراض هذه إلى اكتشاف ومصادرة أربعة مخابئة كبيرة للأسلحة التقليدية بما في ذلك الأسلحة بعيدة المدى والصواريخ المضادة للدبابات وذخائر ذات صلة تم تحديدها جبيعا على أنها من أصل إيراني أو صيني أو روسية أعلنت سلطة حضر موت تشكيل لجنة تقص بشأن الاعتداء على تظاهرة تابعة للمجلس الانتقالي في مدينة سيئون وبحسب المركز الإعلامي لسلطة المحلية بحضر موت فقد شكل وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامري شكل لجنة لتقص الحقائق في الاعتداء على المتظاهرين الذي خلف عددا من الجرحى في صفوفهم وذلك بناء على توجيهات المحافظ مبخوط مبارك بن ماضي وأكد أن الوكيل العامري وجه الجهات الأمنية المختصة بضبط الجناة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم مشيرا إلى أن الفعالية تمت بعد الترخيص لها وبحماية الجهات الأمنية وأن سلطات الدولة لن تتهاون مع من يسعى إلى إقلاق السكينة العامة وتفكيك النسج الاجتماعي لأبناء حضر موت نبقى في حضر موت حيث تستعد سلطات المحلية لتتشين فعالية موسم البلد السياحي لهذا العام ومن المقرر تتشين المهرجان منتصف يوليو الجاري الذي يستمر إلى نهايته جهود حثيثة واستعدادات لإقامة فعاليات مهرجان البلد السياحي في مدينة المقلة وبقية مديريات ساحل حضر موت اهتماما بالثرات التقافي والفلكلوري للمحافظة خاصة الجزء الساحلي منها لوحات إرشادية في الشواطئ في جانب الأمن والسلامة وتنفيذ دوريات بحرية لحماية المواطنين أثناء إقامة المهرجان سيتضمن مهرجان البلد العديد من الفعاليات المختلفة والمتنوعة بما يخدم ويؤزز جانب السياحة الداخلية تشهد مناطق ساحل حضر موت في هذه الأيام وخاصة النصف من شهر السبعة برودة في الجو خاصة في ساحل البحر أعتبر ما يسمى بموسم البلد هذا الموسم يرتهد الناس استواحل بشكل تقريبا يومي يساعد على الاستجمام وتخفيف درجات الحرارة أيضا هو موسم نوعا ما علاجي لبعض الأمراض وهكذا نجم البلدة موسم تحدث فيه متغيرات مناخية خلال النصف الثاني من شهر يوليو من كل عام كبرودة مياه البحر للتيارات المائية من عماق المحيط بالإضافة إلى اجتداد هبوب الرياح التي تساعد على انضاج ثمار النخيل موسم البلدة هو مرودة مياه البحر بسبب تيارات الباردة في المحيطات فهو يعتبر مزار سياحي كبير في محافظة حضرموت كذلك في هذه الفترة ينضج ثمار النخيل في محافظة حضرموت والمحافظات التي يبدأ فيها في شهر سبعة يبدأ فيها ثمار النخيل بشكل كبير دأب سكان حضرموت على الاحتفاء بالبلدة كتقليد سنوي من خلال إقامة المهرجانات الفنية والجلسات الشعرية والرقصات الشعبية التي تجسد علاقة البحارة بالبحر باعتبار البحر رمز حياة بحسب ثقافة الإنسان في المناطق المحادية للسواحل معتز النقي بيمن شباب المكلة انتهت النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها شهداء وجرح بينهم مدنيون بقصف لمليشة الحوثية على مناطق متفرقة في لحج حملة اختطافات حوثية تطال عددا من المدنيين في عتمة بدمار وسلطات حضر موت تشكل لجنة تقصي بشأن الاتداء على تظاهرة للانتقالي ختما في أمان الله اشتركوا في القناة